ما فيه شك أن الدولة المصرية قدرت خلال الفترة الفاتنية تقود نهضة زراعية غير مسبوقة خلال العشر سنوات اللي فاتت هذه النهضة اتحققت من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة واللي أطلقها سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي ده غير طبعاً الإجراءات الاستباقية اللي الدولة تبنتها وادرت من خلالها أنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لمصر طبعاً يمكن من أبرز المشروعات الزراعية اللي حققت طفرة غير مسبوقة في الملف ده مشروع محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة وده باعتبارها من أهم المحاول لتدعيم سياسة الاكتفاء الزاتي وتقليل الفجوة اللي استهدفت استصلاح السحرة عشان تزود الرقعة الزراعية لأكتر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية وأبرزها كمان على سبيل المثال مشروع الدلتة الجديدة اللي مساحته 2 مليون فدان و200 ألف ومشروع تنمية شمال ووسط صينة بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري واللي وصلت مساحته لمليون ونصف فدان طبعاً احنا بنتكلم في ملايين من الأفدنة بيتم زراعيتها ده غير طبعاً مشروعات تانية كتيرة جداً فيه برضو من ضمن المشروعات مشروع تشك الخير بمساحة مليون ومئة ألف فدان ومشروعات تانية في جنوب الصعيد وفي الواد الجديد وأعزوا أن هذه المشروعات اشتغلت بأقصى معدلات الإنجاز والهدف من ده نحن نحقق أهدافنا المطلوبة نعزز من فرصنا في تحقيق الأمن الغذائي ونواصل كمان اتجاهنا في مسيرة التنمية الزراعية المستدمة عشان نوسع الرقع الزراعية نرفع نسبة الاكتفاء الزاتي والهدف من ده هو الحد من الاستيراد تقليل الاستيراد قدر الإمكان نزود تنافسية المحاصيل وكمان المهم أن نوفر فرص عمل كل المشروعات الزراعية اللي نجحت الدولة وقيادتها السياسية المتمثلة في سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي اللي نجحت في إنشاءها كان هدفها الأول والأخير هي استدامة وطن عشان نقلل الفجوة الزراعية من الصدرات وكمان نهتم بتصدير ما حصلنا ان شاء الله اللي جاي بأحسن وأحسن نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر